أهلا برج العقرب حبابي في قناتي رح نشوف شيء توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة متل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضا تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك قبل ما نبنش بالقراءة نسحب كل توضيحية طبعا خد الأشياء اللي بتفيدك فقط من القراءة يعني ركز على الأشياء اللي ممكن تستفيد منها وترك أي إشي بتحسه سلبي أو بتحسه يعني مش مطابق لإلك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبك مئة في المئة لكن فيه رسالة ممكن علامة ممكن تفيدك بإشي فترك السلبي وخد الإيجابي من العلاقة أنا رأخذ أيضا كوتو ضيحية من هاتك رح نشوف طاقتك بالأول بعد أن طاقت الحبيب الشريك بعد أن نشوف مصير العلاقة وخطوتكم في المستقبل شو رح يصير طيب نبلش بطاقتك بالأول يا برج العقرب بتشوف شو فيها عندك بطاقتك عم شوف برج العقرب في عندك مخاوف عم تحس فيها إشي عم تحس فيها بالوقت الحالي ممكن عم تمر بشوي مخاوف يعني في عندك مخاوف داخلية شكوك عم تشك بالشخص اللي عم تتعامل معه في عندك مخاوف لا أساس لها من الصحة لنبعض منكم لأنه سالف سابتعجي يعني أنت عم تخرب على حالك بالعلاقة وبتتواصل مع الشخص بالذات من الناحية العاطفية عم شوفك مجروح في عندك ثلاث سوريد ومجيشن عم شوفك كتير من الناحية العاطفية في عندك ورقة الصحة بس المنفستيشن اللي عم بتقوم فيه أو الطاقة اللي عم تجذبها لإلك عم تخرب على حالك ممكن عم تقضي وقت كتير تركز على الإشياء السلبية بحالك وبالعلاقة نبين أنه عندي برج العقرب عم تمور بجرح معين في عندك ثلاث سوريد عم تحس أنك بالجروح من هالتواصل من هالشخص بجوز أيضا أنت حسيت من هالشخص أنه فيه فيه طاقة تلاعوبية من هالشخص لأنه عم شوف أنه أغلب مواليد برج العقرب أو الطاقة اللي عندي هون أنت كتير مكتئب أو عم تقضي وقتك عم تفكر بإشياء راحت إشياء خسرتها في الماضي إشياء مش رح ترجع عم تفكر كتير بالأمور السلبية عم شوفك أيضا البعض منكم اللي مش عم يحتيوا هالشخص أو منفصلين كتير عم تفكر فيه وعم يشغل وقتك هالشخص كتير عم تسرح يعني بها الشخص لأنه هالأمرأة عم تطلع على الكوباية اللي بيدها وعم يعني عم تسرح كتير بالتواصل بها الشخص وبجوز أيضا عم تفكر وتعيد بالتفكير وتزيد الإشياء اللي بالماضي صارت الإشياء اللي خسرتها عم شوف نظرتك للأمور بصراحة نظرتك للأمور مع هالشخص مش كتير إيجابية فطاقتك حاليا عم شوف العلبية منكم عم يمروا بفترة صعبة شوي من النحية العاطفية عم تركز على إشياء سلبية أكتر بالعلاقة لأنك يعني زعلان إنك مشروح طب إنه نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم شوفه في عنده pay attention to science فهالشخص أو ممكن أنت عم تحس إنه عم يتجاهلك ببعض الأمور أو مش عم ينتبه لإلك ببعض الأمور ومش عم يعطي اهتمام للإشارات بينكم أو للتفاصيل الصغيرة بينكم أيضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان أو برج ناري برج مائي عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي برج برج ترابية بس بالغانبية الغانبية الطاقة هون هون طاقة نارية وطاقة ثمائية وطاقة هوائية ممكن يكون أي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الأسباب اللي عم مش عم تسمح له إنه يتقدم بالعلاقة أو بالتلاصل بينكم إنه هو مركز كتير على الهدف النهائي هو مركز كتير على الصورة الأكبر لأنه ده تشاريت كارد ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك لسرعة وعم شوف أيضا طاقته نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته أيضا شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس إنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير goal oriented أو هالشخص كتير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته يعني بيتقدم بيتقدم وبطريقه ممكن يجرح أشخاص أنت بتحس هيك أيضا هالشخص ممكن يكون أنت أنضج منه عقليا أو فكيا لأنه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون في عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها أيضا هالشخص من النوع أنه هو إذا اشتغل ما في عنده الصبر في عنده طاقة ولكن في عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجمول بإشي معين إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة هالشخص بيمل و بيركز على إشي صعب أنك تجذب تركيز هالشخص أو تثبته في مطرح واحد طاقته كتير سليكسبل كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسوا بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما في عنده خط واضح يمشي عليه أيضا غم شوفوا مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون لها الشخص يجاله عروض حب وهو عم يفكر بإشياء بالماضي أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حالياً يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي فدائماً كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستخدر ليعود تفكيره إلى الماضي يعني أوتواتيكلي تلقائياً بينغلق عاطفياً بأي علاقة جديدة عم شوفه لكن عم شوفك أنضج منه فكرياً ممكن يكون في بينكم فرق بالسن أيضاً ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكعبة سنة أيضاً طيب شو ممكن واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها أغلبكم هافيب أغلبكم ما في عندكم إيمان أو ما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الآخر بالشريك الآخر لحتى تسمحوا أنه العلاقة تتطور إلى الأمان عم شوف الأغلب منكم في عنده صروبة أنه يثق بالعلاقة مئة بالمئة أو يعطيها اهتمامه مئة بالمئة أيضاً عم شوف أنه في شخص بينكم هو متحكم أكتر بالأمور أو في شخص بيحب السلطة أكتر من الشخص الآخر شخص بيحب هو اللي يكون متحكم بالأمور وحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخانة بينكم إنه في الطرف عم يحس إنه مظلوم عم يحس إنه ما في توازن بالأخ للعطاء عم يحس إنه هو اللي عم يغطي أكتر من الشخص الآخر طبيعة العلاقة بينكم دارية كتير يعني إنه في بينكم تجاذب كتير عالي ولكن في شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة أو بيحب هو اللي يكون متحكم كنترول فيك الشخص اللي يعني تتعامل معه أو في طرف بينكم هو يكون ترول فيك وبيحب التحكم كتير إذا نشوف خطوتك بالمستقبل فينكس رايزنج عم نشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل إلى نقطة الصفر يعني بس توصل إلى الحضير هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت أكتر أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك فهاي هي فينكس رايزنج اللي هي بتطلع أنت بتنطلق أو أمورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة أو عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل أو عجلة الحض عجلة المستقبل فهاي هي اللي الشفت اللي رح تصير أو الانتقال النقلة اللي رح تصير فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادمة رح يصير فيها عندك نقلة والذات من ناحية المشاعر لأنه الكرتين هون عندي two of cups و night of cups بعدين عندك فول يعني عم شوفك أكتر بالمستقبل رح تاخد الأمور بعفوية أكتر مش رح تكون كتير جدي للأمور بالذات من ما يخص العاطفة يعني رح تحاول إنك تكون flexible أو ويرن أكتر مشوف أيضا فيه اشتياق رح يصير بالمستقبل رح تشتاق إلى شخص معين أو رح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبين هالشخص عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق cups فرح تكون الأمور عندك من النحية العاطفية رح تتغير كتير أيضا عندك two of pentacles فرح أنت بالمستقبل رح تنحط موقف إنه لازم توازن بين شغلتين معينات بين شيئين معينين وممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة وطبيعة يعني بين الشغل وبين العلاقة فيه إشي رح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه نشوف خطوات الحبيب في المستقبل unleash your creativity فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم بالذات بلاحية بإنه يعبر عن مشاعره اكتجاهها أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي بيحس فيه عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي أيضا عنده هالشخصة أو هالإمرأة إمرأة حنونة جدا يعني في عندها تعاطف كبير فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين منكم مثله كأنه رح يراجع أموره لأنه أيضا عنده هينجمان هينجمان الطاقة بتكون معلقة والطاقة بتكون واقفة ولكن وبيصير مثل الدراسة للموضوع أو بيصير مثل تحليم للموضوع مثل فهم للبكرة فعالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم أكتر وأيضا همشوفه يعني رح يعمل سلف رفلكت أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة شو كان ديره بأنه صعب العلاقة أو صعب التواصل بينكم همشوفه أكتر رح يكون في عنده سيمبثي أو تعاطف مع الموضوع أيضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة أو من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة هالشخص عمشوف إنه هو يفكر بالمستقبل يحط مجهود أعلى أيضا كينغ أوف كوبس كينغ أوف كوبس هيدا أكتر شخص ناضج أو مشاعره العاطفية بتكون ناضج على أنه يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى فعمشوفه من الناحية العاطفية تقريبا من بعض منكم رح يصير فيه إلتزام جدي بهذه ثلاثة الكروت رح يصير فيه إرتباط جدي لأنه في عندك تينغ أوف كوبس يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وأيضا عندك كينغ أوف كوبس يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر فيه عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني فول كان هو أول كرت في بداية رحلة التاروت طاقته الحالية نعم شوفه الحالية هي طاقة عفوية أكتر طاقة فولية أكتر ولكن بالمستقبل عم شوفه إنه هو شخص يعني رح يوصل إلى مرحلة من المضوج المضوج العاطفي أيضا هالكروت ميبين إنه فيه عنده بداية معاك جديدة وفيها نوع من الاستثمار بشان هيك أنا بحكي لك إنه ممكن يكون ارتباط جدي لأنه عندك يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة مجهود جدي بها العلاقة يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد مش فقط إلى المدى الغريب أو شو اللي عم بيصير حاليا لأنه هالشخص هون أنا فول كارد ما عنده أي حساب إلى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص عم شوف إنه هو ناضج أكتر يعني يفكر إلى المستقبل بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم أو طاقة مشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه أنتو هالشخص من إنه ما تماثلوا في حل بعض الأمور أو ما تتأجلوا بعض الأمور إذا فيه إشي عم أنت عم تحس فيه صارح هالشخص الأفضل إنه يصير فيه مصارحة بينك وبين هالشخص أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر هو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة في عندك يعني فيه تدخل رح يصير قدري بأنه يغير الأمور ويغير المسائل بينكم في عندك أيضا ten of wands اكتمال كارما من نوع أنه اكتمال دائرة فرح تفوت إنتو هالشخص بمرحلة جديدة أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير في عندك ace of cups وفي عندك ace of wands في عندك بالتأكيد بداية جديدة تقريبا ثلاث الوراق ace of pentacles ace of cups بدايات جديدة وأيضا عندك eight of wands تواصل سريع هون فيه بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع بعض فيه بدايات رح تكون من المحية العاطفية فيه بينكم رح يكون أيضا passion أو شغف كتير بالعلاقة لأنه عم شوف أغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فال time out أو الوقت المستقطع اللي أخدته هو اللي سمح لإنك وسمح لإنه أنه يفكر بالموضوع يدرس الموضوع صح عم شوف أنه بالمستقبل هالشخص يعني عم يتوصل إلى استنتاج أنه هو بيته بالفعل أنتو تعقدكم بالمستقبل بيتكم بالفعل أنه تكونوا مع بعض فيه عندك بداية جديدة وفيه عندك أيضا تواصل سريع فيه عندك أيضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويلة 14 فيه عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة أو تغيرات سريعة فما تحاول أنه تبطئ الأمور إذا أنت بمرحلة عم تحس أو إذا هالشخص قدم لإلك عرض عاطفي وأنت عم تحاول أنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور أو عم تحاول أنه تماطل في الأمور مع أنك بتعرف شو اللي أنت بتريده أو أنا بنصحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده لأنه عم شوف كرة النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الأمور لا تتأخر في المسارحة أو بيحيل لكل شخص يكون الوضع مختلف فهمت علي فأنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا وحاول أنك ما تتأخر حاول أنك تاخد خطوين أنه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع بيجوز أنت اللي عم تعقل هالتواصل بيجوز هالشخص بيبدو البداية جديدة وإنت اللي متردد أو عم تتأخر في أخذ القرار أوكي حبابي ورش العقرب يتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكمنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح يشوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعاً شكرا لكم اشتركوا في القناة